أهلاً وسهلاً من طلبة أولى السنوية في الدرس الثاني من مادة اللاحياء واللي نشرح فيه اللايبيدات أبدأين كده اللايبيدات هي عبارة وزيئات بيولوجية كبيرة بتحتوي على أو بتتكون من عدة جزيئات أصغر منها تسمى الأحمود الدفنية اللايبيدات بتتكون مجموعة كبيرة من مركبات غير متجنسة فبنلاحظ أن اللايبيدات بتتكون من زرات الكربون والهيدروجين والأكسجين ولكن المختلف هنا عن الكربويدرات أن اللايبيدات نسب الكربون والهيدروجين والأكسجين غير محددة ومن أهم ما يميز اللايبيدات هي أنها لا تزوب في المزيبات القطبية زي الموية ولكن بتزوب في المزيبات غير القطبية زي البنزين مرابع قلوريد الكربون وفي الصورة اللي قدامنا دي بنلاحظ أن الخلايا الدهونية بتحتوي على الدهون والدهون بيدخل في تركيبها لأحماض الدفنية أن هي المونيورات المخصصة بالليبيدات تعالى دلوقتي نشوف التركيب الجزي للليبيدات معظم اللايبيدات بتتكون نتيجة اتحاد ثلاث أحماض دفنية مع جزي واحد من الجليسرول والجليسرول هو عبارة عن كحول بيحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل أن هي OH ولما نيجي نصنف أو نقسم اللايبيدات تبقى لتركيبها الكيميائي هنقسم اللايبيدات إلى اللايبيدات بسيطة والليبيدات معقدة والليبيدات مشتقة اللايبيدات البسيطة بتنقسم إلى الزيوت والدهون والشموع والليبيدات المعقدة زي الفسفولايبيدات والليبيدات المشتقة زي الكوليسترول وبعض الهرمونات أول حاجة الليبادات البسيطة الليبادات البسيطة بتتكون نتيجة تفاعل الأحمد الدهنية مع الكحلات فلما نيجي نقسم الليبادات البسيطة بنقسمها طبقا لحاجتين أول حاجة درجة تشبع الأحمد الدهنية اللي بتكون الليبادات وتاني حاجة نوع الكحلات إحنا عندنا الأحمد الدهنية بتنقسم إلى أحمد دهنية مشبعة وأحمد دهنية غير مشبعة يعني أحمد دهنية مشبعة؟ الأحماض الدهنية المشبعة هي الأحماض الدهنية التي تحتوي على روابط تساهمية أحادية فقط ما بين زرات الكربون في جزيء الحند يعني زرات الكربون في جزيء الحمض المشبع بترتبط مع بعضها من خلال روابط تساهمية أحادية فقط ولكن الحمض الدهني غير المشبع بيحتوي على روابط تساهمية أحادية وسنائية وممكن تكون ثلاثية ما بين زرات الكربون في جزء الحمد فمنلاحظ أن زرات الكربون في الحمد الدوني غير المشبع بترتبط ببعضها بواسطة روابط تساهمية سنائية أو ثلاثية فنرجع تاني لتأسيم الليبادات البسيطة وقلنا أن نحن نقسم الليبادات البسيطة تبقى لدرجة تشبع إلى حمد الدونية ونوع الكحليات فبتنقسم الليبادات البسيطة إلى زيوت ودهول وشموع الحالة الفيزيائية للزيوت في درجة حرارة الغرفة بتكون دهون سائلة بينما الدهون الحالة الفيزيائية بتاعتها بتكون مواد صلبة والشموع بتكون مواد بردو صلبة والزيوت بتتكون من تفاعل أحمد الدونية غير مشبعة وده السبب الأساسي في أنها سائلة الأحمد الدونية غير مشبعة بترتبط أو بتتفاعل مع الجليسرول فبتكون الزيوت ومن الأمثلة على الزيوت عندنا الزيوت اللي بتغطي ريش الطيور المائية حتى لا ينفذ الماء إليها وبالتالي ممكن يعوق حركتها والدهون بتتكون من تفاعل أحمد الدونية مشبعة مع الجليسرول ومن أمثلة الدهون عندنا الدهون المخزنة تحت الجلد في بعض الحيولات زي الدب القطبي والدهون دي بتعمل كعازل حراري عشان تحافظ على درجة حرارتها في الأماكن شديدة البرودة والشموع بتتكون من تفاعل أحمد الدونية زات أوزان جزائية عالية والأحمد الدونية دي بتكون مشبعة مع كحولات أحادية الهيدروكسل يعني بتحتوي على OH1 بس ومن أمثلة الشروع عندنا الشمع اللي بيغطي أوراق النباتات وخاصة للنباتات الصحروية علشان يقلل من فقد الماء أثناء عملية النطع زي الشمع اللي بيغطي نبات الصبار نيجي بعد كده للليبيدات المعقدة ومن أمثلة الليبيدات المعقدة عندنا الفسفوليبيدات والفسفوليبيدات بيدخل في تركيبها الكربون والهيدروجين والأكسجين بالإضافة إلى الفسفور والنيتروجين والفسفوليبيدات بتكون موجودة في أغشية الخلايا النباتية والحيوانية وتركيبها الجزائي بيشبه تركيب جزائيات الدهون ولكن مع استبدال الحمض الدهوني الثالث بمجموعتين الفسفات والكولين يعني بيتكون من اثنين حمض دهوني زائد مجموعة فسفات زائد مجموعة كلين زائد أزي الجليسرول نيجي بعد كده لليبيدات المشتقة الليبيدات المشتقة بتشتق من الليبيدات البسيطة والمعقدة بوسطة التحلل المائي ومن أمثلة الليبيدات المشتقة عندنا الكوليسترول وبعض الهرمولات زي السترويدات نجي بعد كده لأهمية اللايبيدات اللايبيدات لها خمس وظيف أساسية أول وظيفة هو الحصول على الطاقة تاني حاجة بناء الخلاية تالت حاجة اللايبيدات بتعمل كعازل حراري رابع حاجة بتعمل كغيطاء واكي وخامس حاجة بتعمل كهرمولات اللايبيدات بنحصل منها على الطاقة لأن اللايبيدات بتعتبر مصدر مهم للطاقة إلا إن الجسم ما بيبدأش في استخلاص الطاقة من الدهون المفتزنة إلا بعد غياب الكربويدرات وبيكون مقدار الطاقة اللي بتخرج من اللايبيدات أكبر من الطاقة المستمدة من نفس الكمية من الكربويدرات وقلنا كمان اللايبيدات بتستخدم في بناء الخلاية فبنلاحظ إن بعض اللايبيدات بتشكل حوالي 5% من المواد العضوية الداخلة في تركيب الخلية الحية وكمان الفوسفولايبيدات بيدخل في تركيب الأغشية الخلوية اللي هي الأغشية البلازمية وقلنا إن اللايبيدات بتعمل كعازل حراري لأن اللايبيدات بتكون طاقة من الدهون والطاقة دي بتكون عازلة وموجودة أسفل الجلد في الإنسان وبعض الحيوانات زي الدب القطبي والطاقة دي من خلالها الحيوانات بتستطيع إن هي تخافز على درجة حرارتها في الأماكن شديدة البرودة وقلنا كمان إن اللايبيدات بتعمل كغطاء واقي زي الشموع اللي بتغطي أسطح على عديد من النباتات وخاصة النباتات الصحروية علشان تقلل من فقدان الماء أثناء عملية النتح وأخيرا قلنا إن اللايبيدات بتعمل كهرمونات زي السيرودات اللي هي اللايبيدات مش طاقة اشتركوا في القناة